اشتركوا في القناة يوم قرر من قبل الجامعة العربية الاحتفال بالثقافة العراقية والاحتفاء بها الثقافة العربية حقيقة ولما كانت الثقافة العراقية جزء من هذه الثقافة علينا نتحدث عن الثقافة العراقية بعد عشرين سنة من الاتلال الكثير من الناس تتساءل أو البعض لا أقول الكثير الكثير يعرف البعض يتساءلون ما الذي يجعل هذا البلد متطورا حضاريا قابلا للنهوض قابلا للتطور وتقبل الأفكار الحديثة المفيدة التي لا تؤثر على الناس ولا تقتل فيهم اعتزازهم بتراثهم ودينهم وأخلاقهم وبطبيعتهم ما الذي يعني ما الذي يؤثر على كل ذلك ما هو العامل الأساسي في كل هذا الحقيقة العامل الأساسي والرئيسي في كل ذلك وهي الثقافة لذلك الثقافة في أي بلد هي مصدر الأساس لنهوض ذلك البلد تراجع الثقافة في أي بلد تعني أن البلد يتراجع وينضي نحو الهاوية وهذا ما حصل في العراق منذ عام 2003 لحد الآن عشرين سنة الثقافة العراقية في أسوأ حالاتها قد يزعل البعض ويقول ما هذا الكلام الحقيقة عندما نتحدث عن ذلك يعني يسكننا الحزن الحقيقة لأنه لو كانت الثقافة العراقية لو كان المثقف العراقي لو كان من يدعون الثقافة العراقية قد تمسكوا بثقافتهم برأياتهم الواحدة بثقافتهم الوطنية لما حصل ما حصل في العراق لكن الكثير من هؤلاء الذين يدعون الثقافة عندما يذهبون لتبرير فساد أحزاب طائفية ويكونون ألسنة وأبواق الدفاع عن نظام متهالك عن أنظمة وعن سلطات متهالكة طائفية ومخربة للبلد وسارقة وفاسدة إذن الثقافة في وضع سيء جدا الثقافة هي اللي حولت وسائل الإعلام كثيرة في العراق إلى دكاكين ناطقة باسم الفاسدين ناطقة باسم الطائفية تحرض على الطائفية بعد ما كنا شعب واحد وراية واحدة مجتمع واحد سني وشيعي وكردي وعربي ومسيحي ومسلم وتركماني وشبك ومعرف منه كل هذه هذه التكوينات كلها في مكان واحد لكن لا أحد يسأل الآخر لمن تنتمي وانت شنو انتمائك ولا أحد يهتم بهذا الموضوع لأنه لديه قناة عنه هذا عراقي مثل أخوه جاره وأخوه وأخوه في الوطن والدم واحد وآه لكن تردي معايير الثقافة جعلوها يعني يروجون للخطابات الطائفية لصناعة لصناعة ثقافة جديدة شاذة وغريبة تدافع عن الرايات الصغيرة وتنتقد الراية الأساسية الراية الجامعة للعراقيين الراية العراقية الواعدة عندما يتحدث أحدهم يتحدث أنا يتحدث عن مذهبه لا يتحدث ويقول أنا عراقي لا يقول أنا من المذهب الفلاني من العرق الفلاني قبل أن يقول أنا عراقي وربما لا يقول أنا عراقي والبعض منهم يقولون علنا لا تشرب بأني أكون عراقي لكن يتحدث باسم الثقافة العراقية مع الأسف الشديد ويؤثر عليها عندما يكون التعليم في أسوأ حالاته عندما يكون التصرف في أسوأ حالاته عندما تكون الجامعات دكاكين للمتصيدين وتجار وكليات أهلية تابعة لهذا البلد وذاك البلد حتى تجيب فلوس وحتى تجيب ثقافة مدخلات ومخرجات كل شيء مدخلات ومخرجات هذه المدخلات ما هي المخرجات عندما يروج للفكر الطائفي الفكر الهجيني الفكر الانتقام فكر الاشتثاث فكر التمييز فكر الانتقام ماذا يسمي ذلك عندما تدافع عن الباطل عندما تدافع عن القتل والمجرمين والفاسدين بطريقة غريبة عجيبة لأنك تقبض منهم ماذا تسمي ذلك ذلك الثقافة العراقية وصلت إلى هذا المستوى ووصل العراق إلى هذا المستوى والكل الآن عندما تسأل هل العراق في حالة نهوض أو في حالة انكسار واندفاع نحو الهاوية هو في حالة انكسار واندفاع نحو الهاوية لأن ثقافتي ليست هناك ثقافة وطنية عندما تضرب الثقافة الوطنية ويتحول المثقفين يتحول هذه الثقافة إلى ثقافة رايات صغيرة رايات لا تساوي شيئا يتحول الموضوع إلى هذا ينتهي تنتهي حضارة البلد تنتهي تنتهي قدرة على النهوض والوقوف على أقدامه ترد المعايير الثقافية ما هي المعايير الثقافية عندما يعني الثقافة الوطنية عندما تصان الثقافة الوطنية عندما يربى الطفل على أن الوطن هو الأهم وليس الشخص وليس المذهب وليس المعلم وطنك مهم أخلاقك ودينك مهمة عندما يربى بهذا الشكل يربى على الأخلاق واحترام الغير واحترام كل المكونات عندما يتربى بهذا الشكل لأنه يعرف أنهم كلهم عراقيين عندما يتحدث بلسان عراقي فقط وعندما يعمل من أجل المصلحة العراقية ومن أجل النهوض العراقي سينهض العراقي أما تقرأ بالصحف تقرأ مع الأسف شديد تقرأ في كتب تقرأ في مؤلفات تستمع إلى ترى لقاءات تتحدثون بلسان أعوج يدافعون عن الغير ولا يدافعون عن العراق وتاريخه شك يكون بتاريخ العراق وحاضره ومستقبله وبأهله وينتقدون العراقيين بشدة هؤلاء الصابرين هؤلاء الذين عانوا ويعانون طوال 20 سنة شيعي سني كردي عربي مسيحي مسلم هذا ليهم تركماني شبك ما عرف مهما كان هو عراقي يجب أن تكون كرامة مصانة يجب أن تكون كل حقوقها مصانة يجب أن يتمتع بكل الخدمات تعليم وطبابة جيدة وخدمات جيدة وتوصيل جيد ونقل جيد واحترام جيد ومعاملات جيدة ومؤسسات جيدة وكهرباء متوفرة ومستشفيات تعالج أمراضها وجيش يصون حدوده هذا كل يعلي من شأن الرأي الواحدة يعلي من شأن الثقافة الثقافة الواحدة تعلي من شأنه أما ثقافة ثقافة الدكاكين هذه ولهذا وذاك وامدح هذا وامدح هذاك من أجل مكاسب لا تساوي شيئا وتحط من قدر الوطن فالثقافة العراقية مريضة مع الأسف الشديد أقول هذا ووقت هذه الحلقة قد انتهى مع الأسف الشديد إذا ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة